وحطي المسحوق وبقفل الباب وباجع على طريقة التجريب بضغط ON في الطريقة التجريب العادية بضغط ON وبضغط START بس طريقة التجريب العادية متصعبة دي لو انا عسلا ايه بالغسالة دورة كاملة زي كان مستوى مية او غسيل او شطف او عصر تمام؟ ده بالنسبة للدورة العادية ON و START بالنسبة للدورة التنشيف بضغط ON باجع عند زرية العملية بضغط مرة واحدة وبعد كده START في دور التنشيف بي حاجة اسمها دور التنشيف حلة العسيل بتعمل كل شعرين اللي غسالة بانضاف لها بساسة خل كبيرة كوبية كولور كوبية مسحول بضغط ON باجع عند زرية الدورة باجع عند اخر برنامج اللي هو تنشيف حلة العسيل بكون ضيفي الحاجة بتاعتي بعد كده بضغط START طيب الدورة العادية زرية الدورة ده بيتحكم لي في البرامج دي ودي من حيث الوقت يعني لو احاس غير سابعين دي او ممكن اغيرها عن طريق زرية الدورة ده بضغط كده بتغير معي الوقت كل برنامج وليه وقت معين وليكم مثلا انا اعز غزين شديد ضرور الضبط والضبط المسبق ده برنامج سفت ترعي الكهتر ضرور درجة الحرارة درجة الحرارة يا كده بارد لو انا عايز اضيف ماء سفنة بضغط على ماء درجة الحرارة مرة بتكون سفت بضغط كمان مرة تكون سفت وبارد اللي هو ايه؟ بعد ما بحدد يا كده غير بيكون متبرمجة على البارد فأي برنامج بشغل اون عشان كده انا بشغل برنامج من اون وبعد كده بشغله ستارت لايما بنقول لي غسلة وغسلة لا يقل عن شعب طريق تشغيل البرنامج سهلة ومسعبة اون ستارت تنشيف اون العملية ستارت دورة تنظيف الحقوق اون باجعني تنظيف حل تغسين وبعد كده ستارت بزين الله سبحانه